لا تزال تواجه الخطوات التركية لتأمين الطريق الدولي انفور عراقيل عدة في طريق استراتيجي تعني السيطرة الكاملة عليه من قبل النظام السوري السيطرة على خطوط الامداد بين حلب والساحل وفتحها امامه بشكل كلي وبعد سلسلتين من الهجمات المؤلمة كان اخرها الاحد الماضي قتل على اثرها جندي تركي وعصيب اخر اضطرت انقرة للضغط على هذه الجراح والمضي الى تركيب كاميرات مراقبة بهدف تأمين الطريق وفق الاتفاق التركي الروسي ويؤكد مراقبون ان اهم القوى الرافضة لهذا الاتفاق والمستفيدة من عرقلته هو نظام الاسات صاحب المصلحة في ابعاد التركية عن هذا الملف وتهجير مزيد من السكان السوريين فضلا عن قدم هذه المناطق لانهي اكبر معقل للمعارضة السورية في ادلب واستعدم اتخاذ موسكو اي تحركات تحمي هذا الاتفاق مع انقرة هذه الاخيرة التي المحت بالمقابل الى امكانية انتهاء العملية السياسية في ادلب ذلك في حال عدم التوصل الى اتفاق مع روسيا هذا التعثر على تأمين الطريق الدولي انفور يعكس التخبط الحاصل في الازمة السياسية السورية وغياب اي ارادة دولية للحل تركت النظام على تعنته ليفشل الجولة الخامسة وما سبقها من مباحثات اللجنة الدستورية عبر طرحه قضايا خارجة عن القضايا الدستورية فضلا عن اقتراح مضامين استفزازية تكمن ما بدأته روسيا التي قفزت على مقررات جونيف عبر اللجنة الدستورية لنصف تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وهو الحل الذي يقل اسد في السلطة الى اطول فترة ممكنة وسط عجز اممي كامل تاه وتوها السوريين في التفاصيل التي تبقيهم في المجهول ترجمة نانسي قنقر